ايه زيكا شباب عاملين ايه الاخبار وحشيني جدا يا جدعان يعني بجد انا مش عارف اقول ايه ما فيش كلام يتقال ومشي كلام من المهم نخش في الموضوع طيب حباب قلبي اللي في السعودية والامارات ما تدسوش تتخدمه قوت خاص من هون هيدكو خاص مع عشرة في المية حاجة جمد اوي تقريبا من اسبوع كده في تحديث جديد نزل في سيفر ويتشر ده تحديث جامد لدرجة ان هو هيخليني اعمل حاجة غريبة جدا كل الناس اللي امتبعاني من زمان من ساعة مبادئ فيديوهات امل الشعوب عارفين قد ايه انا بحب الشبح اه يعني ده تخصصي مفضل انا بلعب به من اول ملعبت امل الشعوب من 2008 فالشبح بالنسبة لي خصصي مفضل حرفية قصة ان فيه تحديث جديد نزل عمل تغير كده بسيط في تخصص تاني هيخلينا غير للتخصص ده طب وانا اوه بحب الشبح طبعا جدا وده تخصصي مفضل بس التخصص التاني ده انا برضو بحبه وده اصلا تخصص اللي انا بلعب به في الرسمية فاكده اللي امتبعاني بقى من زمان عارفه دلوقتي هو هي التخصص ده والتخصص ده هو تخصص النبيل هاي من احسن وافضل التخصصات العضلية اللي انت ممكن تلعب به انا عم نفسي عمتا بحب التخصصات العضلية اكتر من التخصصات السحرية ايه بقى التحديث الجديد ده طب اللي عايفين النبيل ان النبيل اللي عنده مهارتين واحدة اسمها واحدة اسمها التشكيل الدفاعي واحدة اسمها التشكيل الدفاعي كان بتزود الاتش بي بتاعك جامد بس بتقلل الدرر بتاعك وتشكيل الدفاعي كان بتزود الدرر بتاعك جامد بس مش بتزود الاتش بي والاتش بي بتاعك ببولال جدا دقيقة. ماكسموم. بعد كده الا اما هتكمل بواحدة الشجاعة او بالتشكيل الدفاع. طيب التعديل بقى اللي حصل ان انت دلوقتي هتقدر تستخدم المهارتين. زي ما انا في الشبح كده باستخدم الشفافية مطلقة. ونصل اللي هي. يعني برضو انا في الرسمية ما اضعش يستخدم الاتنين مع بعض. فدلوقتي التشكيل الدفاع واحدة الشجاعة في النبيل هتقدر تستخدم الاتنين مع بعض. فبس كده خليلنا بقى فالفيديو يبقى ماشي ان احنا دلوقتي همخش عن غير الاختصاص بتاعنا ده اول حاجة تاني حاجة اديكو كده شرح بسيط سريع للنبيل. علشان لو حد حابب يجرب سيبه قيمه بقى الباد جراوند الجديدة دي من واحد لعشرة في الكومنتات والولولي ايه رأيو. جدا انا مش جاهلي قلب اكسين بالله الموضوع صعب اكتر يعني انتم مش مبخلين الموضوع صعب عليا ازاي بجد مو. يعني صعب جدا. ان انا بصوا اصلا يعني انا انا شرح انا مش عارف مش عارف اتكلم يا لا اهوي انا مش عارف انا هاخد بساطة واضي ازاي اختي. تمام لو ان ابيل ما عجبني اش هرجع شبح تاني يعني اكيه. اكسين بالله يا كده انا مش عارف مش عارف ادو اهوي. شبه اونيس. بش. النبيل تتضرر بتالك انوصل نص مليون بمئة وتمينين هلش. كان معي اطاق موحدة شجاعة اربعة شط. تمام بس اه يعني اديته لحد. يعني ياريت ترجعه لي تاني دلوقتي لان انا بصراحة محتاجه تمام فياريت لو انت بتفارج الفيديو. رجع لي الدرع تاني عشان انا فعلا عايزه يعني. بميب ان احنا دلوقتي قلبنا نبيل. خلينا نروح ناخد التخصص الرابع دي اول حاجة هنعملها نروح ناخد. ينهر اسود فيه ايه? يا حبيبي. وانا لابس اكبر شنطة في دل بتاع. اه. ما ده صعب. معارض ايه طب ما المعارض مفتوحة استنى النزل ده كده هيدينا شوية كوة ممكن. اه والبوفات البوفات. اه فرعت. فرعت. تماما نروح ناخد بقى ايه? التخصص الرابع من هنا. امبولة. اكتساب الكوة. بعيد القاسم. يعني يعني. طبعا اي حد دلوقتي هيدوس عليها هيلاقي فوق حاجة غير الشبح هايز باهل طبعا يا بالموضوع مش فهم. يعني بصوا الدرع حلو الدرع حلو مش وحش. خلينا نفتح بقى ايه? نشوف المهارة. قدرة الكمة القوة. ده جامد اوي ده بقى. ده بقى جامد اوي. زا وديدلي القوة اللي بيقى اتاك ستة في المية ده عشان ايه ليفل ستة لما اوصل ليفل متين وتلاتين يبقى عشرة في المية. طيب نبدأ بقى كده شرح سريع جدا للنبيل. ماشي. ماشي زال فول. اول حاجة هنتكلم عن مميزات وعيوب النبيل. طيب من اكم مميزات النبيل ان الكوة والحاوية والدفاع بتاعه عليين جدا بطريقة جمدة جدا. وطبعا من العيوب بتاعته زيه زي اي تخصص حربي. الدفاع السحري. والمقاومة السحرية. وكمان بقى نزود عليها سرعة الالكاق بتاعته بطيقة شوية طبعا من زي الشبح. الشبح سرعة الالكاق بتاعته بطيقة شوية. وكمان نسبة المميزات وعيوب النبيل. عشان لنا بقى دلوقتي نتكلم عن المهارات بتاعت النبيل. طيب عندنا اهم مهارتين اللي انا اصلا ما اتغير التخصص بتاعي بسباوموم. اول حاجة هي التشكيل الدفاعي. وتاني حاجة هي واحدة الشجاعة. طيب زي ما انت شايفين واحدة الشجاعة هتزود الكوة والبي اتاك والحاوية. التشكيل الدفاعي هتنقص البي اتاك بس هتزود الماكس اتش بي وهتنقص كمان الدربة الحرجة. خلينا نشوف اني الاتش بي بتاعي اه تلتمائة وعشرة الف والاتش بتاعي اربعين الف. هنستخدم بقى وحدة الشجاعة. دي هتزود البي اتاك وهتزود الاتش بي. تمام. الاتش بي بقى ايه? خمسة واربعين الف. والاتش بي بقى تلتمائة وثلاثين الف. يعني الاتش بي زاد حوال اتين وتلاثين الف. والبي اتاك زاد خمس تلاف. طيب. هنفعل كمان التشكيل الدفاعي مع الاتش بي بتاعي بقى مليون مية تنين وستين الف. ده من غير اي دروب. والبي اتاك بتاعي زي ما هو. ودي حاجة جملة جدا طبعا. حاجة فعلا قوية. ماشي ومن اقوى المهارات الجامعية اللي عند النبيل او عند اي تخصص عموما. وهي ضربة السلاحين. دي من اقوى المهارات حرفيا اللي عند اي تخصص. وكمان في مهارة المحافظة دي بتقلل سرعة الهجوم بتاع تخصص. بشكل كبير جدا بتخليه ماشي. لكن اول وزن بتاعه مية في المية حرفيا فهو بيبقى ماشي بطيء جدا. دي من اقوى المهارات اللي عند النبيل. طبعا عنده برضو طيار الطبيعة وهنا في طيار الطبيعة تدريب. طيب خلينا بقى نخش نتكلم على الجيب بتاع النبيل. الجيب النبيل في البازيك او حتى لو انت بتلعب في الرسمية هتحتاج تلاتة ميناتور ده لو انت غني. بس عمتن لازن ده اقوى جيب حرفيا للنبيل. فالجيب هنحتاج تلاتة ميناتور واثنين بوليفور وهنحتاج رميس وشجاعة هكتور وريفاك. في برضو تركاية صغيرة هتفرم معاك جامد ان انت ممكن تبدل بطاعة رفاك ببطاعة الصياد بلوريس لو انت تقدر تجيبها دي هتفرم معاك جامد جدا في البيئة بتاعك. طيب نتكلم بقى عن الدروب طبعا من مجرى كلام النبيل بيستخدم الرامح القبضتين. وبالنسبة الزي بتاعك هجيبه في مهارة واحدة الشجاعة. ونخش على الحاجة اللي بعد كده هنتكلم عن كل احجار. خلينا دلوقتي نفترض ان انت قدرت ان انت توصل تجيب الدروب بتاعتك كلها تلاتة شاك. الخوزة تلاتة شاك والكفاز والحزاء وازاي كله تلاتة شاك. فكده هيبقى يا جمالي عندك خمستاشر شاك احجار. هتوزعهم ازاي. حسنا حاجة لنبين ستة سفك تمام وهجيب ستة كوه هيتبقى معك تلاتة. دي بقى على حسب احتياجك ما بين البراعة والحاوية. ممكن تخلي اتنين حاوية واحد براعة اتنين براعة واحد حاوية على حسب احتياجك انت. عمتا لو انت هتلعب تدريب او انت هتتدرب وتجمع فالحاوية احسن لك. ولكن لو انت هتنمض بقى البروعة احسن لك. طيب ونيجي بقى نخش على المعايرات. لو انت تدريب فالمعايرات بتاعتك طبعا انت بقى انفجور وسرعة حركة ده لو انت هتتدرب وتجمع. لو هتلعب نمض بقى فطبعا انت برضو هتحتاج الانفجور وسرعة الحركة ويزياد عليها سرعة الالكاء. طيب خلينا بقى نتكلم عن اخر حاجة ايه احسن مرافق للنبيل. بصوا وهو فعلا الموضوع ده في كلام كتير قوي. وبتختلف من شخص للتاني وبتختلف في مواقف. يعني فيه ناس بتحب مرافق علاجي وهو بتتضرب وهو بتنمض. دي حاجة كويسة بيبقى بواحدة اشهب ويبقى علاجي معك. ويبقى ضرر يبقى مدى بعيد كمان. فيه ناس بتستخدم العمر عشان بيزود الدفاع ما هو كه كده الدفاع بتاع نبيل قوي. انت مش تدفع اكتر من كده بس عادي هو كويس هيزود لك الدفاع اكتر. دي حاجة كويسة مش وحش عموم. عملا انا كنت باستخدم العمر بصراحة فانا الفترة دي اكتشافت كده حاجة لسه هدربها وهقولك علي اني اكتشافت ان الاسير مع النبيل بتوبة قوية وهنشوف دلوقتي يعني هنجرب مع بعض وهنشوف في الفيديوهات بعد كده جاية هنجرب ضرر النبيل زي ما جربنا ضرر الشبح فما تستمروش تشوف صح الفيديو ده برر الشبح كان جامل فبس كده جدعان انا غيرت من الشبح للنبيل انا مش عارفة من زي جالي قلب اعمل حاجة زي دي يعني بصراحة بس اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكو ايه متنساش بقى لو عجبك متنساش تعمل وايك وتشترك وابعطوا لصحابك علشان لو حابين يشوفوا النبيل ده انزامه بس كده بقى اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة